لا يزال ارتفاع معدل فوائد القروض الاستثمارية في الجزائر يصنع الفارق مقارنة بالدول الأخرى في الوقت الذي تتجه فيه أغلب البنوك العالمية إلى تخفض نسبة الفوائد حفاظا على وطيرة الاستثمار والقطاعات الانتاجية وسوق العمل المعدل المتوسط على الفائدة في الجزائر متجاوز 8% في النظام التقليدي وفي النظام الصيرفة الإسلامية نسبة الفائدة كبيرة جدا وما راح يستساعد الاقتصاد الجزائري اليوم نشوفه كما يقول لك الاستثمارات في الجزائر تطبق عليه 8% في الاقتصاد هذا راح يخلق لك تدخم كبير وإفلاس الدول معايير دولية تشوف في اليابان بعد الجائحة نسبة الفائدة راح سلبية نقص واحد نحن نرى 8% نرى نخنق في الاستثمار والاقتصاد الجزائري بصفاء غير رسمية وهذا جهل مالي لماذا؟ ما نرى نطبق الدراسات الجدوى خاصة في نسبة الفائدة رغم توصيات السلطات العلية التي تدعو إلى تشجيع وتحفيز إقامة المشاريع إلا أن الإجراءات المصريفية الحالية لا تزال تنفر المستثمرين نرى نسبة الفوائد هذه على القرض البنكية يعني نقطة سلبية لازلنا ننتقد فيها في نظامنا المصرفي الحالي وندعو إلى إعادة النظر فيها من حيث أنها نسبة جد منفرة للمستثمرين والاستثمار بشكل مباشر ندعو السلطة إلى إعادة نظر في النظام المصرفي والبنك المركزي في إعادة تحديد وتسقيف نسبة الفوائد بالشكل الذي يحفز المستثمرين على انطلاق ومشاريعهم متحقيقة على أرض الواقع المطلوب اليوم تخفيض فوائد القروض كما هو معمول به دوليا من أجل فتح المجال لإقامة مشاريع كبرى من شأنها المستهمة في بعث الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاج ترجمة نانسي قنقر